اشتركوا في القناة القبر يرتفع القبر عن الأرض نرفع القبر عن الأرض مقدر شبر يسنم يوضع عليه حجر وحجرين أما قبب رايات مسجد بناء أزهار ورود لا فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام الزيارات للقبور ثلاث أقسام أي زيارة للقبور نقسمها إلى ثلاث أقسام زيارة شرعية زيارة بدعية زيارة شركية الزيارة الشرعية لها شروط الشرط الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت تذكر الدار الآخر الثاني ألا يشد إليها الرحل يعني ما يمكن أن يقول أنا أسافر إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه لا يشد إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب ماذا أصنع؟ قال تنوي زيارة المسجد النبي وصلت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل من تمام المحبة أنك إذا وصلت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية لكن لا تنوي بالسفر زيارة القبر والشد الرحل لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تحب النبي صلى الله عليه وسلم إذن اتبع لا تبتدع الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات فإنوا بهذه الزيارة دعاء الأموات من دون الله وقع في الزيارة الشركية بل الشركة الأكبر وإذا نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات زوجة صالحة مثلاً يدعو بزوجة صالحة عند القبور ويعتقد قال هذا زيارة بدعية إذن الغلو في قبور الصالحين يصير هذه القبور أو ثاناً تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات كان يلوت يفت السويق للحاج حيسى ولا تمر مع السمن وكذا يطعم الحجاج ما تعكفوا على قبره وصار من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله الثالث لا نصنع شيئاً من العبادات عند القبور لا قراءة قرآن ولا استغفار ولا مواعظ ولا خطب ولا صلاة ولا طواب ولا سعي ولا ذبح لا يصنع عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها النهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور لأن هذا ليست أماكن للعباد فقط زيارة شرعية بشروطها الباب الرابع الباب الرابع من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الله سبحانه وتعالى قال لقد جاءكم أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من البشر وفي قراءة من أنفسكم يعني من أشرفكم من أفضلكم عزيز عليه يشق عليه ما يشق علينا حريص عليكم أي على هدايتكم فهو عليه الصلاة والسلام باذل غاية الجهد في جلب المحبوب وأعظم ما أمر به التوحي وباذل غاية الجهدي في دفع المكروه وأعظم ما نهى عنه الشرك بهذا انتهى القسم الرابع إذن أخذنا في هذا اليوم أقسام أربعة المقدمة أبواب خمسة تفسير التوحيد والأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وسبب الكفر قلنا سباب الكفر ثلاثة والرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق جميع الأبواب نريد منكم أخوانا تراجع لنا هذا الذي أخذناه تطالع كتاب التوحيد القول المفيد أو التقسيم والتقعيد مثلا وإن شاء الله نكمل بعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه وسلم وإجزاكم